وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد والتي ستعقد غدا على مدار يومين تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال المتحدث إن القمة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل سياغة الأليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدولة كما أوضح المتحدث أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة فاريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيثير نفاذها إلى تضفقات المالية المطلوبة وأضف المتحدث أن الرئيس السيسي سوف يؤكد كذلك على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما في ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ مع إلقاء الضوء على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ كوب 27 وأهم الإنجازات التي تحققت فضلا عن استعراض تجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبر المسؤولين الفرنسيين والدوليين لتباحث حول دفع أطر التعاون السنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر